السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنقدم لكم طريقة زواق الشهدة بالبريد كنت منه هاد شكلين الاعجاب ديالكم فاول حاجة تنتبتوا الخير في هاد العوينة هادي وغاد نحسبو يعني من هنا حتى الهاد الراس هادا بهاد شكل هادا اللي وضعت عليه الابرق فهاد الغرزة هادي هنا غاد ندخل الابرق نهبطها من الاسفل ديال العمل وغاد نجر الخيط وغاد نرجع نطلع الخيط من الغرزة اللولة اللي خدمنا عليها هي اول وحدة فاشتبتنا الخيط الخيط هادا مبروم على ثلاثة شعرات والخدمة احتى هي خدمتها بالخيط مبروم على ثلاثة شعرات اللي ما شافتش الفيديو اللي وضعت في هاد الخدمة هادي ترجع لصندوق الوصف هتلقى الرابط ديال هاد العمل هادا ديال الشهدة من البداية كيفاش خدمناها من البداية والان غادي نشوفوا يعني الطريقة ديال البريد فبهاد شكل هادا تنجر هنا عدد اللويات اللي تلويوا على الابرة فهنا عينكم ميزانكم في الخدمة فغادي نجر هنا سبعتين جروا سبعتين جروا سبعتين دفع باش نقدروا ان احنا نتبتوها جيدا ونحاولوا هنا ينجروا واحد شوية الخدمة باش تبت في بلاستها ارجع نهبط الابرة من هاد الراس يعني ديالها اللي خدمت عليه فمن بعد ما هبطت هنائق الابرة غادي نرجع نطلعها من نفس النقطة اللي بديت بها الخدمة اول مرة من نفس هاد البلاسة هادي غادي نجر منها الابرة وغادي نرجع ندير بحالها ولكن في الجهة الاخرى بهاد شكل هادا كيف ما انا وضعت لكم الابرة هنائق فغادي نجيول هاد الغرزة هادي وغادي نهبط هنائق الابرة غادي نطلع الابرة من يعني النقطة الاولى اللي خدمت عليها فغادي نطلع هنائق الابرة نرب شوية وغادي نلوي هنائق الخيط على الابرة فترجع واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة نعاوض واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستاقل سبعة ثمانية تقريبا هنا وضعت ثمانية مهم هنا تقدروا توضع ثمانية وفي ثمانية تسعود يعني على حساب مهم ما بين ثمانية تسعود ماشي مشكل حيث كيلي كيبغي خدم يعني بالخيط على أربعة شعرات فهنا عينكم ميزانكم في عدد اللويات حيث كلها وحدة كيفاش غا تخرج لها الخدمة على حساب الخيط هي على شحال بارمة هنتي نحاول يعني نجر الخيط مزيان باش يجيوا ذو كلويات متناسقين مع بعضياتهم دفعوا هنا يا الخيط بسبعكم مزيان ورجع نهبط البرة من هاد الراس دياله وغادي نرجع كذلك نطلع البرة يعني من هاد المكان هاد اللي غادي نشوفو فالان بعد نكمل هادي فكملنا هاد الجوج وغادي نديروا جوج اخرين في نفس الاتجاه ديالهم فغادي نجيل هاد الوسط مبيناتهم في يعني في الوسط هاد الاتجاه اللي كتشوفو فيه البرق يعني غادي نطلع من هنه وغادي نمشي من هاد المكان وغادي نمشي هاد المكان فنطلع الابرة ديالي من الوسط باش تعطيني هاد الكشكل دائما خاسني مقاع هاد اخدامي على الغرز اللي عندي في الوسط وغادي نجيل للراس ديال هاد الخدمة فهنا ممكن تستعملوا اي ديكور عجبكم مهم هو البريد تيجي في هاد الخدمة زوين فنرجعوا نطلعوا البرق من النقطة الاولى واللوي والخيط على البرق واحد جوج تلاتة عربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود هنا وضعت تسعود في اللولة وضعت تمانية لان هاد كبار من الاخرى يعني في اللولة وضعنا تمانية لانها شوية صغيرة فغادي نزيدوا وحده ولا نزيدوا جوج على حساب الحجم ديالها كيفما كيبال لنحنا هاد هي كبار من اللولاتش علشان هاد ارتفاع تسعود من ارتفاع ثمانية الى كانت صغيرة يعني تقدرات وضعوه في غرس ستة خمسة على حساب انتوما يا الرغبة ديالكم كيفاش غدا تكون فهنا غدا رجع نهبط البرق من هاد هاد النقطة هاد رجع نهبط من هالابرق فغنجيل هاد العوينة هاد وغندير نفس هاد الخدمة هاد 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 نديرها في الاتجاه المقابل يعني غاملون نخدم في الجهة العلوية والسفلية يعني بجوج غدا نخدم عليهم في دقة واحدة فنطلع البرامل الواسط دائما رجعوه نطلعو البرامل الواسط وغنجيل هاد النقطة هاد 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 العوينة هاد الى حسبت وغت القواهية اللي مقابلة معها هي اللي كتشوف في الاخرى المهم وانا وحدة تكون كتشوف في الاخرى وكونوا نفس العبار حتى هاد غد اللوي الخيطة تسعة اللويات احنا هنا انا خدمتها نفس الطريقة ديال الخدمة ارجع هنا قنطلع البرامل هنا وغد نهبطها من هنا ونفس الخدمة غنجيلها في الجهة المقابلة نطلع البرامل الواسط ديما انا هنه غد اخذ دامه على الواسط وغد نرجع للراس ديالها لهاد النقطة هاد بالضبط هي اللي غد نهبط منها البرامل فهنا نجرغ الابرامل ان نحيدوها وغد نرجع نطلع البرامل الواسط يعني من المرحلة اللوي اللي خدمت عليها كما قد لكم ادخذ ما غد تلقاوا الرابط دياله في صندوق الوصف واللي مهتم بالكروشي ترجع لصندوق الوصف هادا تلقى رابط قناة ام مريم للكروشي هاد القناة في هاد دروس ديالكروشي المهم اللي مهتم بمجال ديالكروشي تقدر تشترك في القناة ويعني تشوف الحويج اللي عجبوها والحويج اللي ما عجبوهاش المهم شوفوا القناة وكله وحده على حساب الرغبة ديالها كله كتهتم بالرانده والكروشي بالنسبة لها يعني ما كتهتمش بيه بزاف كله كتهتم بهاد المجالات بجوج فانتوما كله وحده ورغبة دياله اللي بغت تشترك في هاد القناة تشترك فيها على حساب هي وش كتهتم بهاد المجال او لا المهم غتلقوا الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو واي مشكيل وضعوه في التعاليق وان شاء الله يعني نقرأ التعاليق ونجاوبكم فهنا غرجع نهبط الخيط بهاد طريقة وغرجع نخدم نفسها في يعني في الجهة الاخرى نفسها غاد نهبط الخيط من هنا بهاد شكل هادا فانا هنا غاد نخدمها نظران يعني الضيق ديال الوقت فهنا انا خدمتها وصافي موهم خدمناها باي طريقة هنا غترجعوا لهاد النقطة الاولى وغاد نوضع لغرزة الفرنسية غلويهنا ربعة تلويات على البرق وغاد نرجع لهادك الغرزة اللي حداها اللي قريبة ليها ماشي فيها هي اللي طلعت منها الخيط اللي قريبة ليها بش تعطيني هاد هاد الغرزة هادي تيقولوا لها الغرزة الفرنسية خدمتها يعني في بزاف ديال فيديوهات هي سهلة وتستعطيو حد ديكور زوين وبزاف ديال العيالات تستعملوها في الطرز الرباطي بزاف كتعطيو حد شكل رائع خصوصا في هادوك الورايدات كالي كتوضع وردة غربي بالغرزة الفرنسية تجي سراحة رائعة وسهلة وبسيطة يعني تغيط تعلمي لها بالزربة تخدميها وتقدري تخدميها في اي شكل يعني بغيتي فانا هنا اختاريت اننا نزوق هاد الشهدة بهالطريقة هادي كنين بزاف ديال الطرق وكنتمنى هاد فيديونا الإعجاب ديالكم وشكرا على المتابعة ترجمة نانسي قنقر